إلى عدن أم إلى شبوة؟ سؤال مرافق لعودة وزيري الداخلية والنقل لسيون في ظل تضارب الأنباء حول وجهتهم الأخيرة ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية بأن عودتهم ستكون لشبوة تمهيداً لعودة الحكومة إلى عدن توقعت مصادر بأن بقاء الحكومة بشبوة قد يطول كثيراً نود أن نقول أن عدنا إلى وضعنا الطبيعي وضعنا الطبيعي أن نكون بين أهلنا وفي بلادنا وأن ندير شؤوننا وأمورنا بأنفسنا هذا هو عنوان الزيارة أن مهما بعدنا عن بلادنا فعودتنا ومردنا إليها ونحن عدنا لنكمل مسيرتنا ومبادئناه من تنمية وبناء وأمن واستقرار وإحكام سيطرة المؤسسات الدولة الشرعية على جميع محافظات وربوع المناطق المحررة وسنلحقها بالمناطق الغير محررة بعد انتزاحها من أيدي الحوثيين بإيد الله تعالى العودة المحتملة إلى عدن وفق المصادر تأتي ضمن الترتيبات المتسارعة لتنفيذ اتفاق جدة وهو اتفاق لم تتضح ملامحه النهائية بعد لكنه يشير إلى مخرجات سعودية تفرض تسوية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي سيطر على عدن أواخر ومسط الماضي بدعم من الإمارات وهي التسوية التي تفضي إلى عودة الحكومة مع دمج لميليشيا الانتقالي في الجيش وإنشاء قوة أمنية محايدة تشرف عليها قوات سعودية لكن الاتفاق المحتمل لم يخرج للنور بعد أنباء عن رفض الرئاسة التوقيع على اتفاق يضفي الشرعية على ميليشيا الانتقالي ويجعل وضع الحكومة شكليا من دون صلاحيات أمنية وسياسية حقيقية وفي هذا السياق فإن عودة الوزراء للداخل لا تخرج بالنسبة لمحللين عن كونها محاولة من الحكومة لفرض سلطاتها في المناطق المحررة من ميليشيا الإمارات مثل شبوة التي تعد حاليا مقرا مواقة للحكومة التي بدأت بتفعيل النشاط النفطي فيها فيما هو واضح فإن النشاط الحكومي يواجه عراقيل كثيرة من قبل الإمارات وميليشياتها حيث اتهمت أبو ظبي بعرقلة استيناف تصدير النفط الخام من شركة م.و.ف النمساوية خصوصا بعد محاولة الحكومة تصدير شحنة نفطية أتت من حقول صافرة بمأرب عبر ميناء النشيمة بشبوة وفيما يبدو فإن الصراع مع الإمارات سيستمر حتى تتضح الحلقة النهائية من مخرجات حوار جدة وهل هي باتجاه تثبيت سلطة الشرعية بعدا أم شرعنة وجود ميليشيا الإمارات فيها ترجمة نانسي قنقر